موسيقى نشرة الأخبار مع غسان عدنان موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم هذه نشرة المنتصف نبدأها بأبرز ما فيها من عنوين اليوم ارتعى مجلس النواب المضي قدما في اكمال القراءة الأولى والسعي إلى حوارات ونقاشات من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد البرلمان ينهي القراءة الأولى لقانون تمويل الانتخابات ويحدد 329 مليار دينار لإجرائها موسيقى حكومة كردستان تعلن عدم التوصل لاتفاق النهائي حول موازنة 2021 مع بغداد وتجدد تمسكها بالمستحقات موسيقى التعليم العالي تطلق خطتها للعام الدراسي الجديد الصحة من جانبها تستعين بالمعلمين والمدرسين للكشف عن إصابات كورونا بين الطالبات موسيقى عودة الاحتجاجات إلى شوارع باريس رفضا لمشروع قانون الأمن الشامل الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة موسيقى رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم غد الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات التشريعية وتم القراءة الأولى لكل من مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والإمارات وقع إلى اتفاقية حدود المسئولية عن المطالبات البحرية وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الرأي وعلى رغم من التجاذبات والاعتراضات نجح البرلمان بوضع قدمه على طريق عفوان إقرار قانون تمويل الانتخابات المبكرة بعدما أكمل القراءة الأولى للقانون الذي سجلت عليه عدة ملاحظات اللجنة طبعا بسبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض وزيادة الدينة 20 مليار دينار لتغطية نفقات العملية الانتخابية منها 195 مليار دينار عن طريق الاقتراض في تقديرنا هو الأمر غير سليم من الحكومة لأن الحكومة لديها أولا لديها إمكانية أن نتغطي هذا التمويل من مبلغ الاقتراض لمقدار 12 دليون ونحن نتحدث عن أقل من 200 مليار دينار ممكن تأمينها وتوفيرها من مبلغ الاقتراض الأصلي الذي تم تشريعه قبل أقل من شهر لذلك نرى أنه غير مبرر إرسال الحكومة لهذا القانون هناك وجهات نظر كانت من اللجنة المالية ومن الكثير من أعضاء مجلس النواب بعدم الذهاب باتجاه الاقتراض وزيادة الدين العام على الدولة مع هذا اليوم ارتعى مجلس النواب المضي قدما في إكمال القراءة الأولى والسعي إلى حوارات ونقاشات من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أعضاء في مجلس النواب انتقدوا لجوء الحكومة إلى فصل موازنة مفوضية عن الموازنة العامة لعام 2021 قانون الانتخاب الذي أرسل إلى مجلس النواب هو دليل على عدم مجدية الحكومة بإرسال قانون الموازنة هذا القانون هو باعتباره يتعامل ماليا يجب أن يضمن ضمن قانون موازنة 21 لأن قانون الموازنة هو من يرسم السياسة المالية والاقتصادية وسياسة الخدمات والإعمار في المحافظات وبحسب أعضاء في اللجنة المالية النيابية فإن النفقات التي ستقرر في قانون تمويل الانتخابات ستضاف إلى الموازنة الاتحادية كي يتم إقرارها كموازنة واحدة من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية إلى ذلك أكد مجلس النواب حرصه الشديد على إكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية لتحقيق المصلحة العامة إلى جانب ممارسة الدور الرقابي الفعال على أداء السلطة التنفيذية وعمال مبدأ المساءلة للحفاظ على المال العام ملف موازنة العام 2021 يزداد تعقيدا مع تأخر مفاوضات الحكومة الاتحادية مع إقليم كردسانة في وقت تتصعد فيه الأصوات النيابية المطالبة باعتماد السعر التشاؤمي للنفط خلال بناء مشروع قانون الموازنة المؤمل وضعه على طاولة البرلمان الأسبوع الحالي لا يمتلك الوفد الكردي المفاوض صلاحيات تمكنه من الاتفاق مع الحكومة الاتحادية هذا ما ذهب إليه نواب عن كتلة التغيير الكردية مشككين بالتزام حكومة الإقليم برغبة الكاظمي في إنهاء الخلافات وتسليمها الواردات النفطية وغير النفطية لبغدهة هذا الوفد الذي أتت من الأقليم كردسان ليس عندهم صلاحيات تسليم النفط أنا أقوله بشكل واضح للحكومة العراقية صلاحية تسليم النفط الأقليم كردسان بيد عائلة البرزاني لذا يتفقون مع عائلة البرزاني وخاصة العائلة الحاكمة يعني المسرور برزاني ونتشيرفان برزاني وطالب نواب في اللجنة المالية بضرورة إرسال الحكومة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بأسرع وقت ممكن مرجحين سبب تأخر المباحثات مع الوفد الكردي إلى ارتفاع أسعار النفط ومحاولة وزارة المالية إعادة بناء الموازنة وفق هذه المتغيرات وهو ما ترفضه اللجنة المالية النيابية اليوم احنا خمسة واثناش لحد اليوم احنا ما مستلمين موازنة 2001 متى نستطيع ان احنا نناقش متى نستطيع ان نعرضه تدري هاي بها مديات زمنية للقراءات فالمفروض كان اليوم يصير اجتماع استثنائي في مجلس الوزراء لكنه لم يحصل اللي تورد إلى مسامعنا لأنه سعر النفط ارتفاع فيعيدون حساباتهم لكن بالنسبة لي انا ادعو مجلس الوزراء انه يبنون السعر على التشاؤم وليس على التفاوج واكد نواب عن اللجنة المالية النيابية تركهم تحديد قيم الواردات النفطية المسلمة من الاقليم للحكومة الاتحادية الى وزارة النفط وشركة سومو كونهما الجهة الفنية المسؤولة عن النفط المصدر خارج العراق وبعيدا عن عدم توصل الوفد الكردي الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حتى الان الى ان النواب يرجحون ان تؤخر الخلافات مع الاقليم تمرير الموازنة في حال ارسالها من الحكومة الاتحادية الاسبوع الحالي احمد عرام العراقية الاخبارية بغداد من جانبها كشفت حكومة اقليم كردستان عن التوصل الى تفاهمات جيدة مع الحكومة الاتحادية بشأن مساودة مشروع قانون موازنة العام 2021 الحكومة ذكرت ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني عقد اجتماعا مع وفد حكومة الاقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية لبحث مسار المحادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والحقوق المالية للاقليم مشيرة الى ان الوفد اكد ان المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل الى اتفاق نهائي في اطار المبادئ التي تم الاتفاق عليها وجددت حكومة الاقليم تمسكها بحقوقها ومستحقاتها المالية والدستورية وهي بانتظار وصول جزء من مستحقاتها لشهر تشنينها الاول من قبل الحكومة الاتحادية والتي لم ترسلها الى الان مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار اكد ان المفاوضات التي جرت بين بغداد واربيل اثمرت عن التفاهمات الايجابية الصفار اوضح قلال استضافتي في نشرة سابقة ان الاتفاق سيشمل نسبة من الواردات النفطية في الاقليم اضافة الى 50% من واردات المنافذ الحدودية وتحديد حصة الاقليم حسب المتفق عليه بعد استبعاد النفقات السيادية الوفد توصل الى نتائج ايجابية الاتفاقية موجودة كاملة يعني هناك امور بسيطة انه تم اضافتها مختراحات من قبل الحكومة الاتحادية وفد الاقليم رجع ويعود مرة ثانية لاكمالها الموضوع الاساسي هو النفط المصدر من الاقليم حسب تقارير وزارة النفط العراقية في حدود الاربعة 480 الف برميل يخصم منها حصة الشركات النفطية اللي هي عقود مشاركة المتبقي 250 الف يتم تسليمها الى شركة سومة زائدا 50% من ايرادات المنافذ الحدودية وفق قانون الادارة المالية بالمقابل يتم تحديد حصة الاقليم وفق النسبة المتفق عليها 12.67 بعد استبعاد النفقات السيادي قال وزير النقل ناصر حسين الشبلي ان العراق سيكون المحطة الرئيسة في مشروع الطريق الدولي البري والبحري المعروف بطريق الحرير الرابط بين قارتي اسيا واوروبا الشبلي اشار في حديث لجريدة الصباح الى ان هذا المشروع مرتبط باكمال ميناء الفاول كبير وبينا انه سيتم توقيع العقد خلال الايام المقبلة عقب الاتفاق مع الشركة المنفذة وضف الشبلي ان المشروع سيوفر للعراق الاف الوظائف ومردودا اقتصاديا كبيرا يوازي ارادات النفطة مؤكدا ان الوزارة ستنجز المرحلة الاولى من الميناء بداية العام المقبلة على مدى عشرين عام تمتد الاتفاقية العراقية الصينية مقابل تسليم مئة الف برميل من النفط يوميا ضمن المرحلة الاولى والتي من المؤمل ان تعيد هذه الاتفاقية تشغيل الالاف من الايد العاملة وايضا تأهيل القطاعات الحيوية ابرزها المطارات والمدارس وتعبيد الطرق والاسية ما هنا الخارجية وبناء مجمعات سكنية ومشاريع بنى تحتية ومشاريع الطاقة الاتفاقية الصينية العراقية تعود الى الواجهة من جديد والتي من المؤمل ان تنهض بالبنى التحتية وفي جميع المفاصل واهمها في مجال المطارات وبناء المدارس وتعبيد الطرق الخارجية والسكة ومعالجة تلوث دجرة والفرات وشط العرب وبناء مجمعات سكنية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة والتحلية ومشاريع اخرى حسب طلب الحكومة العراقية ومن المؤمل ان تنفذ الاتفاقية على مدى عشرين عاما كما ستحجز ايرادات مئة الف برميل يوميا من النفط المباعي للصين وتوضع ايرادات هذا النفط في الصندوق العراقي الصيني اما سقف ائتمان المصارف الصينية الى الصندوق العراقي الصيني سيكون عشرة مليارات دولار وبفوائد مدعومة من الحكومة الصينية اما فعليا فقد تم البدء باذاع اموال النفط العراقي وتراكم مبلغ قدره نصف مليار دولار لغاية الان مع جهزية الصين لاذاع عشرة مليارات دولار كما ان هذا الاتفاق وبحسب متخصصين سيفتح ابوابا واسعة لتشغيل مئات الالاف من الايات العاطلة وبجميع الاصناف سواء الخريجون او العمال المهرون كما ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي بالنسبة 8% وتراجع معدل الفقري الى اقل من 22% عباس نعم العراقية الاخبارية تظهر العشرات من خريجي المعاهد والكليات العاطلين عن العمل من مختلف المحافظات العراقية امس السبت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد مطالبين الحكومة بتعينات وفقا للحذف والاستحداث وافق علينا رئيس الوزراء السابق الدكتور عادل عبد المادي بتعينا كنا على وزارة الدبع ولكن ما تعينا لحد الان تعينا 94 فقط ظلنا بين المماطلة والتسوير احنا من حقنا المعتصمين درجات الحذف والاستحداث اذا ماكو موازنة مثل ما يقولون هي درجات الحذف والاستحداث بيها موازنة بيها اقرار موازنة فالمفروض احنا ينطونا ياه يقروها ناشي سيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتمنى تطينا حقنا حقوقنا حقوقنا المسلوبة احنا متخرجين نقل وعلى الصالة من 2015 مثل ما ذكرت لك قانون ومعاهد كنا موجودين بالعلاوي 13 خيمة ماكو حد وصل لنا ماكو حد انطينا حل قل لنا ياابي لو يصل لكم حد لو ما يصل لكم حد عسوان الحكومة تلبي مطالبنا اللي هي ابسط ابسط ما يكون هو التعين ولا هو مطلبنا مطلبنا الاساسي مطلبنا اساس التعين مفروض احنا ما نطلع ولا عبد ولا نوصل الشارع المفروض اجينا بالبيت احنا حتى تتحقق هذه مطالبنا اللي جدا بسيطة جدا بسيطة احنا ما طالبين شي طالبين فقط حقنا بالتعين ريد نتعين الشباب مهمشين البنات مهمشات اغلب الناس تريد تستقرر تريد تشوف وضحة يعني ما طالبين احنا غير حقنا حتى القطاع الخاص اللي موجود للنفط وغير النفط اللي موجود انتغازي بالبنقلاد الشركات البنقلاد الشمالية العاملة يعني مثلا على سبيل المثال انا اليوم اتخرجت دارة واقتصاد صار لي سنين قاعد هنا عمره راح يتعدل 35 بعد ما اتعين وان اروح ركب كاميرته عمليات التحرير للقوات الامنية والحجد الشعبي وتضحياتهم اثناء عمليات التحرير الشهيد المصور احمد المهنة تمر الذكرى السنوية الاولى لاستشاده المهنة كان يقوم بدوره البطولي بنقل الحقيقة في محاربة الارهاب ومساعدة العوائل النازحة كما كان ناقلا للحقيقة لثورة تشنين المطالبة بالتغيير مشهد اخر يحييه الشهيد احمد المهنة حمل معاني المهنة ورسم ابعاد البطولة وحقق معنى التضحية والد الشهيد روى صورة اخرى من صور الشجاعة التي دفعت ابنه للشهادة في عمله الاعلامي بمرافقة القوات الامنية والحجد الشعبي ونقل معاناة المتظاهرين من ولاده الى حياته هو مفد يوم عنده اذية لا على عائلته ولا على الصديق او جيران الاترجاء من الشباب واتمنى عليهم ان يسركون بهذا الموضوع وان شاء الله على هذا الطريق وعلى هذا المنهج واكيد طبعا احنا كنا دائما برعايته وبعنايته وان لا يعني ملاحظات عندنا ننطيها الى حتى في سبيل يطلع الشي اللي يريده احمد مهنى شاب يافع استطاع ومنذ الايام الاولى للفتوى الالتحاق بمواكبة الانتصارات ومواكبة البطولات التي حققها الشعب العراقي القوات المسلحة الحجد الشعبي وايضا استطاع ان يواكب مواكب الاغاثة ومواكب الطبية واستطاع ان يصل الى مخيمات النازحين منذ انطلاق عمليات تحرير المدن من الارهاب كان الشهيد احمد اكثر اجتماعيا فهو مساعد للأسر النازحة وناقل بكامرته وموفق براءة الاطفال النازحين كان في المعارك اذا كانت حالات انسانية مثل النازحين يساعدهم العوائل المتعاففة اللي كانت بكتة داعش اطلقوا الغازات اطلقوا السجود فيضانات فكان احمد من ضمن الفريق الاعلامي اللي اترك كامرته وراح ساعدهم وراح وقفوا يوهم وبعد انتهى المعارك احمد هاي الفترة في 2017 المظاهرات كانت فترة الرقود احمد شكلت جمعات شبابية وطنية لزيارة حوالي الشهداء ابتسامة الشهيد احمد لم تفارق محياه رغم الهموم التي كان يحملها الشهيد احمد رسم حب بلاده باكثر من معنى فكان مقاتلا بكامرته لنقل الحقيقة عبر مشاركته هموم النازحين ومعاناة اسر الشهداء من القوات الامنية والحجد الشعبي المقدس وانتصاراتهم موثقا ثورة تشرين التي رفضت الفساد وطالبت بالتغيير من بغداد محمد العيداني العراقية الاخبارية على اثر ورود معلومات استخباراتية دقيقة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية بامر من قيادة العمليات المشتركة سادفت مخابئ الارهابيين في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين واسفرت عن تدمير خمسة اوكار لداعش الارهابي لتوجيه من قبل قيادة العمليات المشتركة وبمعلومات استخبارية وفرتها قيادة عمليات صلاح الدين طائرات الاف خمسة عشر التابعة للتحالف الدولي توجه ضربات جوية على اوكار داعش الارهابي في جبال مكحول الضربات اسفرت عن تدمير خمسة اوكار وقتل عدد من الارهابيين المختبئين في كهوف جبال مكحول اليوم وفي ساعات مبكرة من صباح هذا اليوم نفذت وضربت خمسة اهداف لتواجد العدو هذه الضربة كانت مهمة جدا لتجريد العدو من الوصول الى اماكن مهمة باتجاه قيادة عمليات صلاح الدين وكذلك قيادة عمليات الحقيقة المقل المسيطر كاركوك وباتجاه قيادة عمليات ديالة طبعا استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين والعمل الكبير والمعلومات الكبيرة اللي وفرته انه كقيادة عمليات مشتركة اسهم اسهام كبير في نجاح هذه الضربة مثل هذه الضربات تؤدي الى تجريد العدو من تواجده تحركات بقايا داعش الارهابي في مناطق شديدة الوعورة وذات طبيعة جغرافية صعبة تتابع بمراقبة جوية مستمرة ما يجعل هذه التحركات تحت مرمى نيران الضربات الجوية والتي اوقعت خسائر كبيرة بالارهابيين طبيعة الاراضي الصخرية اللي يتواجد بها العدو قدرت على الاختباء والاختفاء من الرصد من قبل القوات اذا كانت قوات برية راجلة اضافة الى ان القوات البرية الراجلة في حالة تقدهم باتجاه سلسلة جبلية قد تعطي تضحيات لا مبرر لها لذلك يكون الخيار استخدام القوة الجوية هو الافضل لاسيما ان المنطقة خالية من السكان فلذلك يكون المتواجد فيها فقط العدو فالسخدام الطيران في هذه الحالة يكون هو الخيار الافضل امام قيادة العمليات المشتركة وكانت العمليات المشتركة قد سيطرت على جبال مكحول بعد عمليات امنية واسعة وبدأت بمسك الارض بقوات من الجيش والشرطة الاتحادية مؤكدة ان محاولات ظهور الارهابيين في هذه المنطقة باتت يائسة وغير مؤثرة من بغداد حسام التميمي العراقية الاخبارية في البصرة انطلقت الصفحة الاولى للمرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق لحصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومطردة المطلوبين للقضاء قائد عمليات المحافظة لواء الركن اكرم صدام اكد للاخبارية اعتقال خمسة وعشرين مطلوبا بينهم متورطون بجرائم ارهابية ومصادرة اسلحة مختلفة واضافا القوات الامنية شرعت بتنفيذ العملية في مناطق شمال وجنوب وغرب البصرة حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الصفحة الاولى من المرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق انطلقت في مدينة البصرة وعلى محاور شمال وجنوب وغرب المحافظة اسفرت عن القاء القبض على خمسة وعشرين مطلوبا من بينهم متورطين بجرائم ارهابية في صباح هذا اليوم تم تنفيذ المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق لتفتيش منطقة الدير منطقة الهارثة ومنطقة ابو الخصيب ومنطقة الزبير من خلال التفتيش تمكنت القوات الامنية المشتركة من عمليات قيادة البصرة والحدود والنفط وايضا قيادة شرطة البصرة تم القاء القبض على خمسة وعشرين مطلوبين لقضايا مختلفة وايضا على عدة اسلحة كانت هناك حصيلة لهذه العمليات التي انطلقت قرابة خمسة وعشرين مطلوب للقضاء تم القاء القبض عليهم بتهم مختلفة ايضا بعض المخالفات بعض الاسلحة غير المرخصة بعض العجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل وبعض العجلات المخالفة للتعليمات كأن تكون مضللة الصورة الايجابية التي تركت عمليات الوعد صادقة انعكست على المواطن البصري والذي ابدى تعاونه منذ انطلاق القطاعات العسكرية بمختلف الاتجاهات حسب توجيهات سيد القاد عمليات احنا بالنسبة ان المطلوبين قضائيا اكو معلومات عليهم انه جايين من بكان لبكان فاحنا عدنا معلومات كاملة وعدنا قرص بكافة المطلوبين في محافظة البصرة عمليات الوعد صادق تهدف لحصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات القاء قبضة من البصرة طارق الطربش العراقية الاخبارية دعم الامن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة ابرز ما اجمع عليه المشاركون في مؤتمر عشائر الكاظمية ومحيط التاجي شمال بغداد فضلان التأكيد على رفض الممارسات العشائرية المخالفة للقانون حصر السلاح بيد الدولة وكذلك حسم النزاعات العشائرية وكذلك التثقيف على امور مهمة الامر الاول تجريم الدقة العشائرية واعتبار اثنين من قانون ومكافحة الارهاب والامر الاخر هو عدم اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية المفرحة والمحزنة وكذلك عدم الاعتداء على موظفية الدولة وتم توجيه العشائر العراقية بخصوص الترويج او التعاطي المخدرات للعشائر العراقية اليوم مقعت على وثيقة اعلنت البراءة والكسر لكل من يتعاطى ويروج او يتاجر بالمخدرات نبذ العنف نبذ الطائفية نخلي فتخطط لاجل تفعيل ممارسات بين العشائر من اجل الستر وخمعد الفتنة اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء امرا ديوانيا قررت بموجبه انهاء تكليف كريم عزيز خضر من مهام وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية وتكليف عمار موسى كاظم بديلا عنه الامانة بحسب وثيقة حصلت عليها العراقية الاخبارية قررت ايضا تكليف صبار مدب عذاب المساري بمهام وكيل امانة بغداد للشؤون الادارية سبع قصور اسم على غير مسمى حيث يعاني مواطنها من نقص حاد في الخدمات لدرجة فيضان العديد من منازلها وشوارعها ايضا هذه الشوارع غابت عنها ملامح الاكساء حتى بات اسمها بعيدا عن واقعها المرير منطقة سبع قصور تتحول بيوتها الى اشبه بقبور كما يقول الاهالي مركزها مستنقعات وبحور اما الطريق الذي يتوسطها ويربط بينها وبين المناطق الاخرى فاختفى ناشد السيد رئيس الوزراء معنا سبع قصور اولا نعاني مشكالي المجاري ما عدنا بيوتنا فاضت وهذه السبية ثانا فايضة ودور عبيتي لي جاء صالي اسبوع وحق لا الهين الله رح تدوام طيّن بيوتنا غرقت يعني تعبانيني بشكل هذا الشارع رئيسي عرضه 40 متر يربط بغداد ديالة يطلع منها تطلع منها من بغداد ما ديالة ما يفتر على الشعب يجي منها يفتر صهاريت سيارات كبار تفتر منها تيجي على هذا الشارع هذا الشارع كان مكسي تبليط مطرت علي الدنيا تفلش تهيكل خرب ماكو دولة جديمة ماكو مسؤول يجي اي مسؤول ما يجي بلدية الشعب تعزن عدام الخدمات في هذه المنطقة الى كونها تصنف من العشوائيات في وقت استنفر الجهد الهندسي التابع لهيئة الحجد الشعبي لاغاثة المواطنين الذين دخل الماء دورهم المجاري والاكساء بالنسبة لهذه المنطقة اصبح حلوما بعيد المنال خلي يجي المدير هالي استصلتوا بي ونطلع مجتندات وكل من يطلع سند هاي اللي بيوت اليمبك الغرقانة هسه كل واحد ترى سنده وملك صرف عدي لا تجاوز هلون يصرفون له 6 مليارات 6 مليارات هسه انت تعرف تجاوز هلون تجي امانة بغداد تطيني 6 مليارات هلون الصحة هلون انبنت مدرسة هلون انبنت جامع هلون التدريس بالوادي معي نشكر الحج الشعبي نعتبر اليوم دخل معركة لانه هذا الشارع صار لهم 10 ايام هم يعني احنا بالنسبة اننا تحررنا منتصرين يجود سنة اسرة الان ذبوليس وبويس وحدلو معاناة الاهالي هنا في الشتاء مستنقعات وفي الصيف اتربة هم يستنجدون ويستغيثون بمن يفكوا طلاسمة تبعية الادارية لمنطقتهم وينهي تلك المعاناة التي رافقتهم منذ سنوات عديدة علي الاحمد العراقي الاخبارية بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي خطتها لبدء سنة الدراسية الجديدة لعام الفين وعشرين الفين وواحد وعشرين والتي تنطلق اليوم الاحد فيما جعلت حضور الطلبة للمواد الدراسية العملية والتطبيقية حصرا مع مراعاة الاجراءات الوقائية الوزارة وبحسب خطتها المعدة شددت على ان التعليم الالكتروني مستمر للدراسات النظرية مع تنظيم الجداول بايام وتواريخ المحاضرات موجهة بتسهيل استضافة طلبة الدراسات العليا الذين في مرحلة البحث في مختبرات الاقسام العلمية التابعة للجامعات ومتعذرة عن فتح الاقسام الداخلية الا للضرورة القصوى ومحددة ضمن ايام معدودة ولحالات فردية وبتوصية من رئيس القسم وبموافقة عمادة الكلية وتصديق رئيس الجامعة وكانت مختبرات وزارة الصحة والبيئة قد شهدت تقارباً بعدد حالات الاصابة والشفاء بفيروس كورونا اذ اعلنت الوزارة تماثل 1885 مواطناً للشفاء فيما سجلت 1898 اصابة مؤكدة في عموم البلاد خلال ساعات الاربع والعشرين الماضية الوزارة في بيانها ذكرت ايضاً رصدها اربعاً وعشرين حالة وفاة بسبب الفيروس وحذرت وزارة الصحة من عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية الوزارة رأت ان التحسن الواضح في الوضع الوبائي واستقرار اعداد الاصابات وانخفاض معدل الوفيات لا يعني ان الوضع في منأ عن الخطر بعودة الاصابات الى الارتفاع وزيادة الوفيات مشددة على دور الفرق الصحية ومديريات البلديات والقوات الامنية باخذ دورها في متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية في المولاد والمطاعم والمقاهي والمتنزهات واتخاذ اجراءات الغلق الفوري لكل مرفق من تلك المرافق لا يلتزم بالاجراءات الوقائية ومع انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا ارتفع بالمقابل عدد حالة شفاء حتى تجاوزت النسبة ثمانين بالمئة وزارة الصحة بدورها اشارت الى ان حالات الشفاء في العراق هي الاعلى عالميا تشهد اكثر المستشفيات العراقية في مختلف المحافظات تراجعا ملحوظا بتسجيل حالات الاصابة بفيروس كورونا مستشفى الحياة ومنذ اكثر من ثمانين واربعين ساعة تخلو ردهاتها من اي حالة اصابة فضلا على انها لم تسجل اي حالة وفاة حتى الان المستشفى مصممة لاستقبال الحالات كوفيد ناينتين بالتحويل من باقي المستشفيات العامة في التابعة لانطاق الدائرة نستقبل تقرير من ثلاثين لاربعين حالة يوميا حالات الوفيات لا توجد لم تسجل اي حالة وفيات في هذا المستشفى الحمدلله يؤزى هذا الى نجاح طبعا نجاح اللي صار الى جهود الكوادر العاملة واضافة الى وعي المواطن الحمدلله نحن خلو 48 ساعة صارنا بدون اي حالة وهذا فتشي افرحنا جميعا اكثر من 80% هي نسبة الشفاء من فيروس كورونا في البلاد يقابلها انخفاض نسبة الوفيات عن 2% قياسا بدول الجوار والعالم من حيث اعداد الاصابة والوفيات اذ اكدت وزارة الصحة التزامها بتوفير الاجراءات الفاعلة والمتطلبات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس فضلا عن تجديدها بالالتزام في الاجراءات الوقائية نسبة الشفاء في العراق هي من الاعلى عالميا 87.88% كل يوم اللي لاحظ الموقف الوباء اليومي في صعود المستمر الحمدلله الخبرة المتراكمة اللي تولدت عند ملاكاتنا المختلفة الطبية والتمريضية وغيرها في التعامل ومواجهة هذا الوباء هذا كل انعكس على زيادة نسبة الشفاء في العراق ومستمرين وان شاء الله نوصل الى نسبة 100% وتتابع الجهات المعنية تواصلها مع الشركات العالمية لاستحصال اي لقاح يعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية فضلا عن تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لشراء اللقاح ضمن المرفق الذي تشترك فيه اغلب دول العالم العراق يتخطى نسبة 80% بحالات الشفاء من فيروس كورونا ليحافظ على مركز الصدارة عالميا بحسب معطيات رسمية على الرغم من الظروف القاهرة التي يمر بها بين الحين والآخر من بغداد سجا جاسم العراقية الإخبارية ومع انطلاق العام الدراسي الجديد دخلت الإجراءات الصحية حيث تنفيذ توعية ومتابعة الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية التنسيق بين وزارتي الصحة والتربية يركز هنا على متابعة إجراءات الوقاية في المدارس ورصد الإصابات بين صفوف الطلبة دخلت خطط الإجراءات الصحية التي كانت هاجس وزارة التربية حيث التنفيذ ما انبدأ العام الدراسي وتجلى ذلك بآلية عمل وتنسيق بين المدارس والمراكز الصحية التنسيق وتوجيه من وعال الوزير خطة وزارة التربية خطوة صحية متقدمة هو التنسيق بين وزارة التربية ووزارة الصحة والمشروع كلاتي كان يكون مدرس مختص أو معلم مختص يعني مدرس الأحياء أو معلم العلوم نعم بالضبط باعتبار أقرب شيء للجانب الطبي هذه خطوة جيدة ومباركة وتقريبا كان معمول بها قبل كورونا يعني كان عندنا كل مدرسة أكو منسق صحي مرتبط ويالمركز الصحي الموجود بالمنطقة تتضمن هذه الآلية اختيار مدرس الأحياء في المدارس الثانوية والعلوم للابتدائية ليرصد الأعراض الأولية لأي إصابة محتملة والله هي خطوة جيدة يعني احنا أمن من نشوف أكون أستاذ أو أستاذة يعني طمع على صاحة أولادنا ويتابعهم المدارس الآن قسم منها تحتاج إلى خطط هذه الخطط بالتعاون مع المراكز الصحية تكون أوقع وتكون تأثيراتها أنجع في سلامة الطلاب وفي سلامة المدرسين والمعلمين متابعة الحالة الصحية للتلاميذ بهذا الشكل والاهتمام يبعث لسالة طمئنان لحالة القلق التي لا زالت تراود أولياء الأمور من بغداد منشد الأسدي العراقية الإخبارية شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين لمشروع قانون الأمن الشامل الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة حيث قام المتظاهرون بضرب الشرطة بالحجارة والمفرقعات فيما استخدم رجال الأمن الغزل مسيل للدموع لفضل التجمعات وانطلقت احتجاجات ممثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهر السترات الصفر وتكتل النقابات العملية هذا ويتضمن مشروع القانون تجريم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة وهو ما وصفه المعارضون أنه يحد من حرية التعبير شدينا الكرام معنا الآن فلح المجدي مدير مكتب العراقية من باريس فلح أهلا بك فلح ما هي وجهة نظر المتظاهرين لاعتراضهم على هذا القانون وبهذه الطريقة بالاحتجاجات والتظاهرات مرحبا بك غسان وبجميع المشاهدين بالحقيقة كان اليوم يوم ساخن جدا في باريس وهو الأسبوع الثاني على التوالي بخروج آلاف المحتجين على قانون الأمن الشامل الذي أحدث شرقا وانقساما حتى في الطبقة السياسية ما بين اليسار واليمين بطبيعة الحال هذه الاحتجاجات سوف تتصاعد كلما تأخرت الحكومة أو البرلمان في عدم إلغاء الفقرات التي خرج من أجلها المتظاهرون وهي الفقرات 22 و24 التي تجرم كل من يستخدم التصوير المباشر سواء موبايل أو كاميرا بتصوير ضباط الشرطة أو رجال الأمن واستخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في بعض القنوات لأنه كما تقول الجهة الأمنية بأنه يعرض حياة هؤلاء الضباط والشرطة إلى الخطر أو إلى الضغط النفسي ما يعيق عملهم بطبيعة الحالة هذا لا يناسب الفرنسيين والمحتجين بشكل عام لأنهم يقولون لو لا هذه الكاميرات ولو لا هذه الفيديوهات التي تظهر بين فترة وأخرى وهي قليلة على قلتها ولكن فضحت ممارسات كبيرة لرجال الشرطة وضباط الشرطة تجاه الفرنسيين بشكل عام وتحديدا أصحاب البشر السمراء والمقيمين هنا من العرب والمسلمين الذين يعانون كثيرا من التصرفات لدى رجال الشرطة والأمن وحدثت هناك حوادث كبيرة وكثيرة أودت بحياة الكثير من المقيمين أو الفرنسيين أو أصحاب البشر السوداء وعلى خلفيتها تم الخروج بمظاهرات منذ 2016 و2017 وأيضا رافقت هذه الممارسات العنفة التي يشترك من المحتجون المظاهرات لأصحاب السطرات السفراء التي امتدت لأكثر من عام هل هذه التظاهرات الآن في باريس فقط أم امتدت لمدن أخرى؟ نعم غسام المظاهرات ستستمر وتتصاعد إلى أن يتم النجوء إلى حل أو سحب هذه الفقرات التي عليها جدل نعم بالتأكيد ليس فقط في باريس وحدها وإنما هناك تجمعات وتكتلات عمالية ونقابية ومنظمات صحفية كانت حاضرة اليوم ودعت إلى الخروج بهذه المظاهرات ووصلت أعداد المحتجين حسب الرواية الرسمية الـ 52.320 متظاهر هذه الرواية الرسمية أما رواية المتظاهرين فهي بالتأكيد تختلف وتقول بأن هناك أعداد كبيرة وصلت إلى مئات الألوف خرجت على الاعتبار أنه في المرة السابقة كانت هناك أكثر من مئة مدينة ومنطقة في فرنسا بشكل عام قرج فيها المتظاهرون أما اليوم فوصلت إلى 90 أو أقل بقليل من هذا الرقم وهذا بالتأكيد سيكون له أرقام ومناصرين جدد انضموا إلى هذه الاحتجاجات التي يبدو أنها ستتواصل وتستمر إذا لم تسحب الحكومة والبرلمان هذا القرار وهذا القانون تحديدا وليس فقط الفقرتين 22 وعشرين أصبحت الآن مطالب المحتجين هو إلغاء القانون برغمته لأنه يتعارض مع حرية التعبير ويعتبر تحالة من تكميم الأفواه للصحفيين وللناس بشكل عام لأنه اليوم أي إنسان يحمل تليفون في شارع هو من الممكن أن يكون ناقل لحدث مهم يفضح ممارسات للشرطة وقوات الأمن الفرنسية غسان شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات فالح المجد مدير مكتبنا في باريس في الانتخابات الأمريكية تمكن رسميا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن من كسب أغلبية الأصوات